اشتركوا في القناة انا عندي جارتي باكاليروس تجارة شطرة جدا وعرف ان علاقتك كويسة او بين المدير انت غريب او تلحيت تشتغل معنا لما تتوسط لحد تاني؟ بس لا يزروفها صعبة او انا نفسي اخدمها طيب سيبني شوية كده اصطاد المدير فيوقتي يكون مزاجه رائع فيه بشكر جدا تعفو اروح اشوف انا شوي طب ايا كوتش كله تمام صاحبك شغال معنا وبكل حماس ده حتى عنده بنت تاني عايز لكي بها تشتغل معنا اعرفها اعرفها كويس جدا المهم عشبون انت هتشغل هالوها ويوه يعرف ان انت تابعك او ان انت ديك يا لغب سفديات سفاجة اعيب يا رايس ده انا تلميزك مع الف سلامة اوامر يا رايس اوامر 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 فعلا يا فانضم الدكتور واسيم شارك بنتي في الرسالة بتاعيتها تقصدي ايه بكلمة يا سعدة عاصد كل حاجة هو مشاركة في كتاباتها مشاركة في الخناقات الزوجية اللي كانت بتصوارها وبتكتب عنها انا شفته بعيني وهو بيحزف وبيديب حاجات كتيرة جدا من عنده يعني ما استغربتيش للمعرفة انه هو طلب منها نص رسالة في نظير الخلع هو انا في الحقيقة استغربت في الاول بس بعد كده رجعت قلت لنفسي من حقه هو شاركة في رسالة الماجستير بتاعتها يبقى من حقه كمان يشاركها في النجاحات المترتبة على رسالة الماجستير دي الدفاع يحب يسأل الشهده في حاجة سعدتك حاسقل اقول ايه هي ثابت حاجة ما قلتهاش وبعدين بعد اذن سعدتك الشهده تبقى والدة المدعية يعني الحمد لله مش حد غريب محمى المدعية يحب يسأل الشهده في حاجة لا تمام سعدتك الشهده تفضل شكرا الشهده الثاني زغربان إبراهيم زغربان اه 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 زغربان بلغين يا فاندم اسمك وسنك ومهنتك زغربان إبراهيم زغربان السن يا فاندم خمسة وخمسين سنة ميلادية المهنة أستاذ جامعي قول والله العظيمة قوله الحق والله العظيم أقول الحق بصفتك أنك كنت المشرف على رسالة الدكتورة ماريان تقدر تجزم أن الدكتور وسيم ساعدها في تحديد الرسالة ويعتبر شريك فيها لا لا أنا ما قدرش أجزم بعاجة خاطرة زي كده بس أنا قدر أقول إلا أنا شفته وإيه اللي شفته قبل ما أناقش الرسالة بتاعت الدكتورة الدكتور وسيم ده كان بيقعد معايا أكتر من الدكتورة ماريان واندهشت أنه حافظ كل كلمة في رسالة وليه بعض الملاحيز اللي احنا نقشناها مع بعض ملاحيز مهمة جداً أنا أعتقد أنه هو أضاف الجانب النفسي لأنه طبيب نفسي والمدهش بقى أن الملاحيز بتاعته كانت موجودة في كل باب وما سألتش دكتورة ماريان عليها؟ سألتها سألتها وكانت مكسوفة أنها تقولي أن التعديلات دي بتاعت جزها تقصد أنها نسب التعديلات دي لنفسها أيوة وأنا قلت لا لا يا زغربان لازم تواجهها بالحقيقة عشان تعترف وبعدين قلت أنا مال أنا مالي هي وجوزها مسائل عقلية أنا هدخل نفسي ليه في الموضوع والتعديلات دي تمثل قد إيه بالنسبة للرسالة؟ هي في البداية كانت التعديلات بسيطة ملاش أي معنى وقعدت تزيد 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 لغاية لما بقت في كل الأبواب تقريباً نص الرسالة لا من الجانب النظري بس حضرتك لكن في الجانب العملي أنا معدي النص بكتير تقصد إيه بالجانب العملي؟ آآ بالجانب العملي ساعدك أنه هو الخناعات الزوجية التي كانت بصورها في وجود الدكتورة والخناعات الزوجية التي كانت بصورها في غير وجود الدكتورة والتقارير اللي كنت بكتبع عنها والتحليلات النفسية اللي كنت بعملها عن الأزواج في سنة أولى جواز سيد القاضي حضرات المستشارين ده حال السيادتك يا فندم ده كشف بأسماء الأزواج اللي الدكتور وسيم صور ووسق الخلافات بتاعتهم وساعدتك هم كلهم مستعدين يجيش هادوا معنا تواجي القضية لجالة السابع أربعة لحيد السماع بقية الشهود الشهود كلهم شهدوا في صفي مع ذلك مش قادر حسني فرحان مش يمكن تكون خايف تكسب القضية وتطلق مريم وتخسرها صد نص ماجستر انت مش هتعمل بي حاجة هو يمكن أكون خايف نتصالح ونرجع لبعض مالقة نفسي مش قادر نسلع مالته فيه وجايز تكون هيا ندمين على غلطها مش لو هتعترف انها غلطانة لأوي مش يمكن تكون بينها وبالنفسها عارفة كويس قوي انها غلطانة بس هي بقى مستنياك مستنياك تروح لها وتقول لها أنا آسف أنا عايزك أنت ومش عايز نص نصيبي في رسالتك لا لا لم يشاهد أعمل كده بس أنت نفسك يتعمل كده ليا تقوليني مالك؟ عشان عارفة كويس عارفة أكتر ما أنت عارف نفسك وأكتر ما يفهمك موسيقى تستاني انت راحة فينا موسيقى هسيبك تفكر في اللي انا قلته لك هعمال اكلم من الصبح عن نفسي ومفوض ان انت اللي جاية علشان انت فتفاضيني وتستريحي لا انا استريحت لما انت فتفاضيني طب الزيارة الجاية الزيارة الجاية هيا بقى انت اللي جاية تقول لي عملت معها موسيقى سامح قال لي لنا حضرك تعبان بسببه انا اسف جاي الطبي خطري ولا هتصلحي غلطك في حقي هصلح غلطتي هتسيب شريف هتجاوزه رسمي وبموافقتك موسيقى 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 لا حضرتك موافق بس خايف من المشاكل مع وليد موسيقى وليد جايزي كنا عنده مشاكل كدير قبل لكن مفيش راجل في الدنيا يوافق ان اخته تتجوز بالشكل ده طب لو جبتلك موافقة وليد موسيقى مش مهموبى التفاصيل لو وليد وافق وحضرتك هتوافق ما عارف هتوافق عشان حضرتك بتحبني وعارف انGsليف بيحبني وانه ملييش غير جوم موسيقى تعالي تفضلي ما رأيك في الفيلا؟ حلوة جداً طبعاً ديتو أحفى أحفى بس مش تثني لما تشوف الدور اللي فوق على الأقل عشان تقضي رأيك كامل موسيقى 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 شحنا طفعنا خلاص ستشتغل معي هي يا سنتي تعتبر أول حاجة هستشرك فيها وبصراحة الفيلا دي معروضة علي وفكر أشتريها موسيقى محتاجة شوية توضبات وطشتبات وكده يعني يسعرها كويس جداً لقطة بقى خلاص مدام لقطة أشتريها طبعاً برضو تسراعي مش سعني لما نشوف بقيةها نشوف الجنينة ونشوف البسين موسيقى على حيثة يا فتا هل تأخذها استثمار؟ أخذها لكي أتجوز فيها ليس أنت يا سيتي كنت قلت لي أن نحن لا ينفع لكي أتجوز غير رسمي و لم أقدرت وقديني قدرت لكي أكتشفت أن أستطيع عيش من غيرك وبعدين بصراحة يعني المشكلة عندي أنني كان عندي عقدة من أتجوز عموما ولكن أنا دلوقتي خلاص أنا رفعت راير بيضا و أرفع لكيديها و سلمت ماذا تريدك؟ لا كل هذا ليس مهم انظر سراحة خذي لي معاد من ماما و لو وفيت تجوزك ليا الفيلا دي كلها تبقى معرك موسيقى 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 كنت مع مراتي في قط النوملة الدخلة لقيت أجوة بيخبت علينا و مع عيمة العفش قلت لي مش وقت حماية الصباح رباح قال لي مش هتلمس بنتي قبل ما تمت على القيمة مسكت فيه و طق قشت في بنته و طلنا على الفجر هايل ألف مبروك قول لي يا أستاذ إلهابي من اللي صور الفناقة دي؟ الأستاذ دي انت متأكد؟ طبعا متأكد أصلي جالي بعدها مراتين قاعد يسألني و يكتب إجاباتي و قال لي ان هو بيعمل بحث في خناتة الزوجية طيب والمدا ما تفتكرش انك شفتها قد كده خالص؟ لا والله أصليم سعب طلقات المراتيلة الدخلة و أنا جات لأوضم نسون الدونة كلها شوفت سعادتك دي خام الزوج بيثبت و يؤكد انه عمره ما شاط الدكتورة مريم ولا سمع عنها قبل كده مما يؤكد ان موكل الدكتور وسيم هو المسؤول الأول عن توصيق وتصوير سبعين في المية أو أكثر من الرسالة التي هي موضوع المجيستيد الدفاع يحب يسأل الشهاد في حاجة؟ شو أنا فعله الشهاد يتفضل شوف المدعية لها تعليق على شهاد الشهود في جالسة اليوم؟ حضرتك مش معنى اني ما شفتهمش أو محضرتش الخناءات الزوجية؟ يعني أبقى ما تعبتش بعد كده في تحليلها ودراستها ومناقشتها في رسالة بتاعتي أنا كمان تعبت في الدراسة دي وكنت بشرحلك الدوافع بتاعت الأزواج في الخناءات وفي الطلاق واللي دبحوا بعض فأسناء سنقول أجواز ومعنى كده ان رسالة تبقى بتاعتك؟ أنا ما قلتش إنها بتاعتي أنا قلت إن أنا مشارك فيها أيوا بس أنا اللي نعيشتها وانجحت فيها لو أنا لو كنت نعيشتها بدل منك كنت هنجح فيها أنت بتقول إيه؟ بقول ساعتك إن أنا لو كنت نعيشت رسالة الماجستير دي بدلها فكنت هنجح فيها أهو اللهي تفكرة دو أجل قضية لحين مناقشة المدعية عليه في رسالة المدعية على أن تشجل لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة أنفسهم الذين ناقشوا المدعية فيها ومنحوها عنها درجة الماجستير أهو حضرتك بتقول إيه؟ هو حضرتك عايزه ينقش رسالة بتاعتي؟ وخايفة ليه؟ ولو سقط مش هيباله حق فيها أصلاً لكن لو نجحت إيه ما مش هتخلعك لغاية ما تنجع لك مصر رسالة اتفضل، ماها ماضة عقد سكايتو بجد؟ برافو 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 على مين فينا؟ عليك أنت طبعاً، أنا ما عملتش أي حاجة مرة دي لأ ما أنت هتعمل هتديني بقى الكوميشن بتاعي زيادة عن كل مرة أكيد ما أنت شركت في كل حاجة بصراحة بقى أنا طمعاً في شركة أكبر شوية تجوزيني؟ نعم نعم أنا شكل الواحد تسرع شوية أريد أن تجوزني لي أعلاق؟ أريد أن تثبت لنفسك أنت تقدر تعيش من غير مها؟ تجيز و بصراحة بحزة بالوحدة و حسس أنت تجوزنا دا أننا أنقوي بعض أعلى معا؟ أعلى كل حاجة ها؟ هتطلب إيدي منها؟ لا، طبعاً ما ينفعش نعلن جوازنا لا، الفكرة إن هي لو عرفت إن أنا وإنت متجوزين هي تفهم إن مصالحنا واحدة فهيبقى لقين علينا فهتفهم اللي حمال ما نعملها ها؟ سيبني فكر شوية براحتك مفكري براحتك بس ما تأخريش في الرد على رأيي ماشي؟ فكرتي؟ أكيد لا لا، أخذي وقتك مفاجأة يا دكتور، مش كده؟ أنا مجيش في بالي أبداً إن القضي يوصل للحل ده كده بقى المحكمة هتخاطب الجامعة بشكل رسمي عشان مناقشة مم؟ ماشي يا دكتور، أشفك بكرة سلام أشفكي فرحانة يعني وأنت معرفتش اللي حصل في المحكمة ولا؟ اللي حصل في المحكمة يخليك تزعلي مش تفرحي إلي خليك تقولي كده؟ يعني لو جوزك نجح في مناقشة الماجستر، حيبقى رشريك كلاسم يا سلام، وأنت فكرة سهلة كده ده لو قعد يذاكر سنتين قدام برضو هيفشل مش ممكن ربنا يثبته ويقوي عليهم؟ هونت يا ماما معي أو معي؟ معي كنتو اللي اتنين، وعايزك تلحق ترجعي له قبل ما نصر مسالة يروح منك آه، ده هو بقى اللي عيلك تقوليه الكلام ده صح؟ عشان خايف لا يفشل واخلعه محدش بيقول عليه هيفشل غيرك، كل الناس معي افتح الفيسبوك وبوسي على التعليقات والعين مجبع، كده كده جوز الكازمان القضايا دي من قبل ما ترفع عليه طبعاً الرئيس بتاعك وقرألك الفيديو اللي تصورلك وقالك إن أنا اللي جبته له آه طبعاً شوفت الفيديو ما ليه؟ بس حبه وقالك إن الفيديو ده مش هيفيدك في حاجة عشان إت ما عندكش إذن من نيابة بتسجيله ومين قالك إن أنا اللي صورته؟ وبعدين أوليد به هو لما بيحصل مشكلة في مكان ما مش بيرجعوا الكاميرات المراقبة ولا بيقولوا لها ما كانش عندها إذن بالتصوير واضح إن أنت لسا صغير قوي على الجيمل التي بتلعبه معنا ثم تيجي نكمله الاخر ونشوف مين الكبير ومين الصغير مامل؟ بس واضح إنك ناس أنا بشتغل إيه ومركز إيه؟ سرداني مش هتعرف تعمل معي حاجة انت عارف ان مركزك ده هو اللي مخوفك طول عمرك بتتحامى فيه دلوقتي بقى نقطة ضعفك يا وليد بي بتجيب بالاخر وتقول لي عايزي بالزبط انا مش عايز اقول لك حاجة ومش عايز حاجة من حد زيك كل تقدر تعمله دلوقتي انك تبعد عني انا وقتك وإلا حسلم الفيديو ده للسوشيال ميديا هو ادراك يا بقى من السوشيال ميديا طوعة كون فاكر بقى ان الفيديو اللي معاك ده هيخوفني منك الفيديو اللي معاك ده تبله وتشرب ميته طوعة كون فاكر انه هيخميك مني مش ممكن يكون بيخميك انت مني ولا مصبرني عليك لحد دلوقتي قولك ايه الفيديو اللي معاك ده بقى ترميه في البحر واختي اللي انت لوح تجاوستها من ورانا دي حتى اللاها وقريب قوي وغزبة عنا كمان ماشي كمان كلام اللي عندي خلص شريف لا تخفيش مش هيقدر يقرب لنا تاني خلاص بها روي خلاص خلاص عيزة ايه ابن روحت فين بعد الفطار بعد مهو يا عاملية لسه عمان في الشخول معنا بصراحة ما كنتشعر فين انا هشتغل ورديتين وبنفس المرات الساعدي وقدر علي ابس كنت عشمان ترد علي في موضوع جارتين اللي كلمتك عليها هي جارتك بس بصراحة بنحب بعض وبقالنا كتير أقوى مرتبطين يعني نفسي نتجاوز بقب قب قتاجيش معي هنا طب معدن خلص بس انت الحسابات اللي في حجرة وانا عندي بكرة قاعدة مع المدير ممكن اخلصلك موضوع صاحبتك وانا مش مهاخر الحسابات بمزاجي الاوراق والفواتير اللي جابوه متخشش دماغ عالصوات مش هيعرفوا يجيبوا غيرها وبعدين انت خايف من ايه؟ انا اللي هراجع يلا خلص اهواتك وحصلني على المكتب انت قلتلي صاحبتك تجي معها ايه؟ مكترالو استباره طبعا معالله ممكن تشتغل معنا في الحسابات موسيقى 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 يعني منصور نفسك ما ترفكش غير على الكنافة؟ ماما ياسر عايزك تحدديله معد عشان يطلبني رسمي عيسى عيسى في اللي مكافيه موسيقى بسه قفل معا من شوية وعرفت ان عنده مشاكل كتير اوي في شوره جديد يا سلام هو عشان عنده مشاكل تروح تتجوز اخيره؟ بالعكس يا ماما انا بس مش عايز ازود مشاكله اكتر من كده مش عايز ادفعه تمن حبي ليه انتي لو بتحبيه بجد متروحش تفكري في الاسم ياسر ده يا ماما ياسر هو اللي مش عايز يبطل يفكر فيه زي ما يكون زي ما يكون ربنا زرح حبي في قلبه عشان ينجدنا ان الفقر اللي احنا فيه ده لا متحققش بي انا عنافسي رادية بنصيبي اللي ربنا اسمهولي وانا بقى ما عدتش مستحميل النصيبي ده اكتر من كده وانا عدت مستحميل هالزل اللي ربنا خلقني فيه من ساتمة ولد يا بنتي يا بنتي يا بنتي عقالي انتي بعد ما تتجوزيه وتشبعي من فلوشه هتجريت دواري على عيسى عشان ده اللي انتي حبيتي بكد ما بقاش من حق احب واتحب يا ماما ولا بقيت عايز اي حاجة من الدنيا دي غير ان عايش بكرمتي انا مش عارفة مش عارفة الراجل ده وعدك بيه غيرت كده طبعا استغرى صفى رئيسى عشان يلعب في دماغك صح؟ طيب انا هقوله انتي مستنى ايه والخميس الجاي يا بنتي يا بنتي اهلو مش هيرضوا يتجوزوك ليه هتدخل في حربة ما انتش قدها انا مليش دعوة بقى هو اللي هيحربهم لو عايزني ها اه ايا ايه رايك انا جئت اي عمال اللي عشتغل وزي ما اتفعت معك بالضبط بسرعة كده طبعاً بسرعة، عشان بس تعرف ان انا بحبك ها؟ بصي بقية ستي، فيه حاجة كوان ايه ده؟ يا رب تعجبك دي ألماظ حلوة؟ ايه بس احنا ما تخطبناش لسه عشان تجيبلي شبك مين قالك بقى ان دي شبكة؟ دي تقدر تقولي كده ان ايه ده بسيطة عشان سبتلك قدي انا بحبك بس بطريقتي لو هيب عندك مشكلة ما تلبسهش لوقتي قدام مامتك ولا قدام اي حد بس خليها معاكي طيب اموما انا قلت الماما ان انت عايز تتجاوزني وهي انشوء الله تستنكلي من الخميس الجاي طيب قائز جدا وانا استعدى من دلوقتي ما تفرحش قوي كده هي اصلها مش مبسوطة يعني وجايزت عقرب لانا الجوازة تخافيش انا عارف ازاي قنحة بطريقتي مين الغلس اللي بيتكلم بلوقتي؟ ايه؟ مش هتردني؟ لا اتفضلي اتفضلي ممكن تسجنه لا ده بكتير بكتير خالص تعطل اجراءات الافراج عنه وهو بقى عايز يخلص من العطلة دي بنص مليون جنيه اكتر من كده هيبقى اوفر يا استاذ وعيز نروح المحكمة اقول لهم ايه بقى انا رجعت في كلامي ولا ما شوفتش حاجة لا طبعا انا مجاهز لك كل الكلام اللي انت قتلوا اللي هيبرق نعيم واللي هيبان قدام المحكمة ان انت مرجعش في كلامك ما شاء الله انت مجاهز كل حاجة بقى شغوليتي فكر براحتك انا بايت معاك في نفس القتيل وحاجز لك معايا في نفس الطيارة اللي رجع القاهرة مجرى السلام 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 اهلا اوه اسحاتك متعرفش ان عيسى ابني مسافر لا انا اعرف امال طالع لمين هو عكون جايل انا اكيد لا بعد اذنك حتى مستحكب مرجع الانحاف Rita المتوسع الاخير المتوسع الانحافر اوه السلام شاي اسلاميديك هي في مامت الكولي ده زمانها جاي طيب مش عارفة هي هو يلي على إيه ولا إلا هيحصل موسيقى بقى لها يومين ما بتكلميش ربنا هتمنك ماما اهلاً وسهلاً اهلاً وسهلاك ياسر بيه ماما اكيد طبعاً عرفي اه اهلاً وسهلاً اهلاً بحضرتك صاراة كلمتني عن حضرتك كتير جداً وبصراحة بحسدها ان هي عندها أمة عظيمة زيك كتا الخير أكيد بناي خليك وكمان فرحت جداً ان حضرتك وفقتي تقبليني النهاردة بصني اعنا شغلي في البيزنس عليبي ان انا مضيعش وقت خالص أنا غايل حضرتك النهاردة عشان أقطوا بيت صار طب ايه يا ماما بس بسكتة ليه انت عوش تتجوز بنتي ايو طبعا بكل الشرف بس احنا نزغلها وزي ما انت عرف بالعكس صار بالنسبالي اهم واغنى بنت في الدنيا كلها ما كنتش جتة لبتاع لوحدك نعم وصول ما تقول كده حضرتك بس قولي ان انت موافقة وانا المرة جاء ماما هتكون موجودة معي وإيه فايدة موافقتي اذا كانت مامتك مش موافقة يا بني ايه وإيه اللي خلا حضرتك تقولي انها مش هتوافقة كانت جاءت معاك مانا قلت لحضرتك قولي لا والمرة جاء هتبقى معايا وكمان هملاغ ان انت عاوزت تشوفيها مخصمي لا ولا انك عاوزت تكاوز سارة وانا ما ينفعش انك تطلبها لوحدك شوف هي هتقولك ايه انت عاوزت تشوفيها مخصمي ايه 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 وانا اعرف منين او لابس الحتة اللي عالحبل كأنه راح الابرة وشال علبة شوكولاتة قد كده بصراحة انا عيني طلحت عليها مو لو لابس الحتة اللي عالحبل ومعان شوكولاتة قد كده يبقى اكيد جاي يتقدم اوعي تقولي لي جاي يتقدم لسارة وما اللي يعني جاي يتقدم لماريم ملا انت بساجة فاجأة كده لا مو اكيد مجاش فاجأة اكيد واخد معانت معقولها ايه اذا تقولي ان سارة وفاطمة كانوا عارفين ومخبين علي ايه ده بس دلوقتي فهو شوية وهينزل وانا اعرف هو اللي عاج اه ايه ايه انا حطلعتش على القلوم على السلم يا مانس ما تتحورش سين اسباب الخلافات الزوجية التي تؤدي الى الطلاق شوية وليلي اقوم تفصلي اكيد يلا خلي بالك بالنفسي مبادرة يا سرفيه مش كنت تقوليني انك جاي كنا لم يبقى في استقبالك ولا فاطمة قامت بالواجب لا ما تلاقش فاطمة قامت بالواجب وزيلا جاي شوفت شوفت يا واسيم بيتكلم ازاي بس بصراحة عريس زي ما قال الكتاب يا لها هذا عريس ياه بتاع ايه تبقى مصيبة مصيبة يا واسيم حيسى حمر النيلة دلوقتي يطمن عليها زي كل يوم انا مش عارف اقول له ايه ما تقولش اي حاجة طبعا وانا خايف اقع بالساني لا ابو سيدك امسك لسانك المرة دي امسكه ازاي بقى سيد انا بقى لي اكتر من خمسين سانة مش ليل ومسكة خلاص يبقى ما تقضش على عيسى لغاية لما تقض مع حناتي تفهم منها ياسي ده كان جاي يعمل ايه جاي يطلب سارة يخرب بيته الجنن في عقله ده ولا ايه الله وانا عارف امين فيهم اللي الجنن هو ولا ايه ايه قصد تقولي يعني ان سارة وفقت عليه موسى منصور انا بقيتش فهمها انساعة ما ثابت شغلها في الاتلي ده وهي مش على بعضها واللي تكمل عليها سفر عيسى والكلب بقى اللي اسمه هاسر ده استغل الظروف واجيه عشان يستطفل مال عكرة فاكرة من عيسى مسافر مش هلقى حد يوقف قدامه لا انا بقى هاعرف ازده ربيه من الاول وبدين هرجعه من اول الخط هطوقه ودفعه التمنجات لا يا منصور خليك انت بعيد ايه عزناقف اتفرك عليه وهو بياخد سارة من عيسى مش هيحصل يفسي اعرف ايه اللي حصل غيرك بالشكلة مش جايزي حيبتي هما بيحبوا بعض كان زمانين الوقتي ماشي في جناستو بدل ما هو ماشيبسجني مش هحط ايه دي في ايد ناس دا يدول انت بخبيه عني وش هايز نعرفه انت فاكل ان اكده حالة المشكلة ضيعت من ايدك نص مليون جنيك انا ممكن يحلولك كل مشكلة انا مش داخل اتجاوزك عشان انت معا فيك الكلام اللي بيقوله ده بجد تعال انا اتطلق من غير مشاكل مش هتسيب عيسى اتجاوز رانيه انا فعلا هاخصره لو اتجاوز ان شاء الله بقى اللي هدمن كلامك انا موافع متأكده بقى انها جاية تطلبه دي